انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحادية والثلاثين والمقارر انعقادها في الأول وثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر وينقش المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعية والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربية وتضمن جدول الأعمال كذلك العديد من الاطروحات الجديدة في إطار التكامل الاقتصادي العربية